أهلا بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة النهاردة هنجيوب على سؤال ما هي أقوى خلطة لتنزيل الدورة الشهرية؟ ولكن قبل البداية لا تنسوا دعم القناة باللايك والسبسكرايب أهلا بكم والسؤال هو كيف أنزل الدورة الشهرية إذا تأخرت عن موعدها لمدة 8 أيام؟ وهل يوجد أدوية معينة؟ وما أقوى خلطة لتنزيل الدورة الشهرية؟ وكيف أقوم بتحضيرها واستخدامها؟ توجد بعض الأدوية التي تساهم في انتظام ونزول الدورة الشهرية في موعدها المحدد والتي تحتوي على هرمونية الأستروجين والبروجسترون ويتم تناولها بانتظام لمدة 21 يوم وقطعها مع أول يوم للدورة الشهرية ولكنها أدوية هرمونية لا يتم اللجوء إليها إلا بعد استشارة الطبيب المختص وبالنسبة لسؤالك عن أقوى خلطة لتنزيل الدورة الشهرية أوضح لك الخلطات التالية أولاً حيث تعد خلطة الكرفة مع الحليب من أقوى الخلطات التي تساعدك في تنزيل الدورة الشهرية ويمكنك تحضيرها كالتالي أولاً أضيفي منعقة من الكرفة المطحونة على كوب من الحليب الساخن ثانياً كومي بتناوله مرتين يومياً حتى نزول الدورة الشهرية ثانياً الزنجبيل والكركم وقصب السكر وتعد هذه الخلطة من أقوى الخلطات التي يمكنك تجربتها لتنزيل الدورة ويمكنك تحضيرها كالتالي أولاً اخلطي منعقة من الزنجبيل المطحون مع منعقة من مصحوق الكركم ثانياً ضع الخليط على كوب من قصب السكر ثالثاً قومي بتناول المشروب مرة واحدة يومياً حتى نزول الدورة الشهرية ثالثاً مغل البكدونس حيث يعد مغل البكدونس من الخلطات القوية لتنزيل الدورة حيث يحفز تقلصات الرحم ويمكن تحضيرها كالتالي أولاً ضع كمية كافية من أوراق البكدونس في الماء واتركه يغلي لمدة خمس دقائق ثانياً اتركه ينقع لمدة عشر دقائق ثم اشربه مرة إلى مرتين في اليوم رابعاً مغل الزنجبيل حيث يساهم الزنجبيل في زيادة تقلصات الرحم وبذلك نزول الدورة الشهرية ويمكن تحضيرها كالتالي أولاً اغل الزنجبيل التوزق المكشر والمضاف إلى قدر من الماء وذلك لغليه لمدة 7 دقائق ثانياً نقوم بتصفية المنقوع ونقوم بشربه مع العسل مرتين في اليوم وأخيراً مغل الكرفة حيث تساعد الكرفة على تنزيل الدورة الشهرية وانتظامها ويمكنك تحضيرها كالتالي أولاً أضيف أعواد من الكرفة واغليها مع كمية منسبة من الماء ثانياً دعي المشروب ينقع لمدة تتروح ما بين ساعتين إلى ليلة كاملة ثالثاً اشربه ساخناً مرة إلى مرتين في اليوم وختاماً أنصحك بمراجعة الطبيب إذا تقرر الأمر لمعرفة السبب وراء تأخر الدورة الشهرية لديك وفي نهاية حلقاتنا نتمنى لك دوام الصحة والعافية ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالحلقة وترك رأيك في التعليقات اشتركوا في القناة